وعد الرئيس الامريكي جو بايدن ببدل جهد جدير بزمن الحرب لتعزيز برنامج التلقيح ضد كوفيد 19 في الولايات المتحدة الدولة الاكثر تضررا بالوباء في العالم الذي تجاوز عدد الاصابات به المائة مليون واعلن بايدن ان الهدف هو طلب مائتي مليون جرع اضافية من اللقاحات للوصول الى قدرة تطعيم كل الشعب الامريكي بحلول نهاية الصيف هذه اللقاحات تكفي لتلقيح 300 مليون امريكي بحلول نهاية الصيف ومع بداية الخريف اعيدوا اكرر ستكون كافية لتلقيح 300 مليون امريكي بهدف التغلب على الجائحة 300 مليون امريكي في العالم بلغ عدد الاصابات مائة مليون وعشرة الاف وسبعمائة وثمانية وتسعين في حين بلغ عدد الذين حصد الوباء ارواحهم من بين هؤلاء المصابين مليونين ومائة وواحدا وخمسين الفا ومائتين واثنين واربعين شخصا منذ ظهور الوباء في الصين في كانون الاول ديسمبر عام الفين وتسعة عشر بحسب تعداد لوكالة فرانس بريس استنادا الى بيانات وطنية رسمية وبدأت حملات التلقيح قبل شهر وتم تلقيح اكثر من 63 مليون وخمسمائة الف شخص في 68 دولة او منطقة في العالم ترجمة نانسي قنقر